لازم يكون انا عدوم وانت بقى عمال تهيبت في باب الشقة وتكسر في باب الحمام وعمل لنا خطة ومرأي بالبيت ده انت ناس تحطك الناس عالسطح وفي الاخر جاي تقبض على مين واحد معدته واجعه جايستان جبين عشان يخش الحمام دلوقت اطلعلك صوت ياس ما كنت من شوية ركبك بتخبط في بعضيها ووشة كاسفر وانا وشة كاسفر اوي؟ بسم الله مشاء الله اسم النبي حرصك وسينك ده حمرهم ولا حمر الشفاح الامريكاني الشر برا وبعيد يادوكش ابي بخاري يا اخت من العين هتغنوا وترد على بعضه قدامي ماشا قس ليك روقة هتقول المزنودة وتعالوا ورايا استاني يا واحدة انت معكز النيابة بتقول حاجة يا رحمك ما تتكلمش مع حد يا اسامة وإحنا وفين إحنا قسفين هلوه يا اسامة طميني ايه الأخبار عندك تمام بس خدوا صومة معهم ومخارجين سيبك ما انه ده تلاقيه بيداري خبته بحيسيبه على اول ناصي على طول المهمة انا عايزك تروح لزور ابوك في المستشفى انا مش عارف اروحه لكون الكلب ده عميلي كمين هناك حاضر يا سيب ما تاخدنيش على الادة يا اسامة اروحه والله انا كمان عايز اشوفه واتطمن عليه ماشا ابوه طمينوني ايه الأخبار وخدوا بالك من نفسكم سلامة المؤخذة اه انا متأخرت عليك معلش ايه اللي انت لابسه ده يا سيب اه اه قصة كبت مطر عندنا فقلت غير ردوني مطرت فين؟ في شارع بيتنا طب اتفضل شوف هتاكل ايه عشان نعرق نتكلم لبيتما القردليج لا انا تحت امرك يا فاند اتفضل ظهر انك نسيت اتفاقنا يا سيب معلش بس اصل المغي عمالت ودي وتجيب يعني اتفاق ايه ليه هو انت عامل اتفاقات مع ناس تانية غيري؟ اتفاقات ايه يا فاندم هو انا لاحق اساسا اصلا بقى في المستشفى بعيد عنك وحالته صعبة قوي ادعيدوا ربنا مصطر لا الف سلامة مموما انا قصلي على ريهام يعني المفروض انك كان فيه اتفاق ما بيننا انك تجيب لي اخبارها تقولي بتعمل ايه بتروح فين بتيجي منين الله يا فاندم مشوار القاهرة ده بيبقى على قلبي زي الدول مر بس اعمل ايه والترس تحمله يعني ايه؟ يعني من ساعة ما بننزل من الطيارة نروح على دكتور وجيه نكشف على الولد وتاخدني نقعد نبرم على محل لعب الاطفال ولبس الاطفال وحاجات الاطفال لحد ما يجي معادي الطيارة من رحوا واخدين بعضنا وراجعين انا مش عارف اساسا انتوا قلبني عليها من ايه من مشوار القاهرة ده ما هو القلق ما بيبقاش عليها يا سيد القلق بيبقى على وجيه عموما لو حسيت باي حاجة غريبة او ايه حاجة مش طبيعية حصلت جريت تبلغني على طول من غير ما تقول يا فندم عناية انا طبعا كده اساسا عن الوحوش دولة يفتروا عليك لبسك انت فين؟ دكش انا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها الا ان انا اكون صعب سيد خد اللبسه خلع خلع على فين؟ ورحمة امك معرف ملكش دعب رحمة ام يا رحمة سيد خلع على فين؟ ورحمة ام انا معرف سيد بيعمل ايه في الغرداء يا سومة؟ شبت انت اللي قلت الغرداء بتضربنا انا لأي طايف؟ بيعمل ايه يا لأ؟ بيسايف ولا بيجيب ليبت مش عارف انا بصراحة بيعمل ايه يا لأ؟ بيشتغل في قرية اوشن في قرية اوشن فين؟ انت مش عارفها ولا ايه؟ انت مش هتضرب بدي ولا ايه؟ باعرف العلم منك يا رحمة طالت في دوب عزك يا باشا ايه ده؟ على فين يا جماعة؟ اتخنا انا في جو المكتب وانا نقعد في الجنينة شوية والله يا بصراحة كده سنت الكل سلم باشا مش ناس إلا يودينا جنينة الحاولين مناورين ده نورك يا سنت الكل ما تيجي تعودي معانا كده شوية حسونا بيه؟ سيبي الهالم على راحتها يلا بينا يا جماعة اتفضل اتفضل احنا كنا بنقولي في المكتب اه باشا كنا عايزين نقفز جوة لحط فيها حسونا ايه بينا يا جنينة الحاولين اتفضل على فين؟ استني عاوزكي خشي ألف حمد الله على سلامتك يا با حقك علي والله ما كان قصد الزعلك انا بس كنت بفاتفاض من دقتي عارف ان المفروض كنت راعي زروفك سمحني يا بو الله العظيم اعمل كده تاني قليش خيابة يا با قليش خيابة كلامي يا ابني اللي انت بتقولوا ده ما فعلا قصرت معك قصرت مع سيد مطارق قوي قوي انت جات على قد الكمتين اللي انت قلتوهم في ساعة الغضب دول التعرف يخص انا لو منك ما سمحنيش قابل خلاص با يا با انت متقولش قابل مبروك يا بنت كان نفسي يكون موجود معاكم بس انا حارف تلوات سيد قام بالواجب مزالة حبتيل شدي حلك انت بس عايزينك تنورنا البيت مالوش لازمة من غيرك باركة بقى فراجل البيت إلا يعني يعني فيها يا بابا يعني بعد ما زي بدا خلعيتني ويعني دريت انها هتتجاوز يعني مطار الوضع يكون ايه ماش هيحصل يا بابا ما فيش راجل غريب هيدخل البيت ولا يلمسها في غيابك احنا هنقف له وهتستنك غزبا عنها اه احنا مش عايزين غيرك يا بابا ربنا تخليكوا ليه يبارك فيكم واسعدكم وانزقكم بالزرية الصالحة اسمك ايه؟ سميح منين؟ من اسمه عليها وخارج التجارة انجليش ومعي لغتين وسنة 22 ساعة براف انتي ايه حكايتك بقى؟ مش فاهمة جاي عندنا تعملي ايه يعني؟ اكل العيش يا فان اه اسطوانة اكل العيش طيب اهلك فين؟ انا زي ما بيقولوا كده يعني مقطوع من شجرة ماليش حد حلوة برضو الاسطوانة دي شكلها جابت نتيجة وهي اللي جابتك تشتغلي هنا مش كده ساكتة ليه ما تردي؟ هرد اقول ايه بس يا فاندم ان حضرتك شايف ايه؟ مدام بقيت في الفيلا لازم تعرفي ان انا ست البيت هنا وعلشان تفضعلي موجودة من غير مشاكل وفي امان لازم تحطي المعلومة دي قدام عينيكي وانتي نايمة وانتي صحي حاضر يا فاندم بيقلقني قوي قدب القرود ده بس مالش انا عملت اللي علي اي سهوكة بقى استوانات تانية هتلاقي نفسك برا وبسي في زي الزفت ما يخليكيش تشتغلي في اي مكان فاهمة يا حلوة؟ ممتعي سعيدا ممتعا 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 في حاجة سايب يا طارق أخوي هاريني كلمني شكرا ربنا يسطل الحاجة ما يكونش حصل له حاجة أنا هستأذنك أكلمة بس يا فندا طب ما تكلمه هنا ولا يستقوله سر الله أعلم ساعدتك بس ما تقلقيش أنا كده كده بأأثر هستأذن ساعدتك ثانية ورجال هارون هاي هانا سيد ممكن أطلب منك طلب وتعملولي ها طبعا بصوا أنا كانت جايلي معلومة وعايز أتأكد إذا كانت صحة ولا لا حياتي اللي فاتت كانت